اشتركوا في القناة والمهم اللي هو انتهاء تراجع المريخ اللي له يعني قرابة الشهرين ونص بيتراجع في برج الجوزاء اليوم رح يبدأ بيرجع للحركة الامامية وايضا عنا خلو مسار يعني هذول الامرين اليوم مع بعض فبتكوا تركزوا معي مضبوط الحلقة يعني بعتذر انه ممكن تكون طويلة شوي ولكن فيها كم كبير من المعلومات بالنسبة للقمر الان موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس بعدين بدو ينتقل القمر لمنزلة السماك الأعزل ويظل طول النهار بهاي المنزلة وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج العذراء واغلب اليوم وطبعا خلو المسار ما رح ينتقل القمر فرح يظل في برج العذراء فمن ضل على طبيعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منه ترك واردة او شاردة دون تفاحصها منجد انه انصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة لتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسعنا اقتناع حيوان عليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا اول زاوية او الزاوية البطيئة الموجودة هي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين نبتون وطبعا هاي تأثيراتها لغاية 17-1 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون دروتها الساعة 11-7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندي والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرها على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون دروتها الساعة 21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في حالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا كل الزواية تاثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء الحدث اللي راح يصير اليوم اللي هو انتهاء تراجع المريخ المريخ اللي بدأ بالتراجع يوم 30 عشرة اي انه تراجع قرابة الشهرين ونص في برج الجوزاء عمل كثير من الاحداث السلبية الكبيرة اللي الكل لمسها والكل سمع عنها في خلال فترة الشهرين ونص هدول وهذا طبعا كله ذكرت وانا في حلقة التراجع اللي موجودة على القناة اي واحد بقدر يرجع عشان يتأكد من المعلومات اللي ذكرناها نبهت من سلبيات التراجع اللي ازدادت في هاي الفترة الحرائق والتفجيرات اعمال الحنف المظاهرات الحوادث التقلبات المناخ المفاجآت اللي كانت برضو بالمنافسات الرياضية طبعا كل هذا كان سبب التراجع وهذا كله ذكرناه احنا في حلقة التراجع اللي ذكرناها يوم ثلاثين عشر في تمام ساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش رح ينتهي هذا التراجع ورح يرجع من مريخ لحركة الأمامية ولكن في عنا ثلاث عيام ما زال له تأثيرات سلبية ولكنها طفيفة جدا مش مثل سلبيات تراجع رح يظل الآن هو يرجع للحركة الأمامية كأنه دخل جديد لبرج الجوزاء من البداية للنهاية طبعا رح يظل ببرج الجوزاء لغاية ظهر يوم خمسة وعشرين ثلاثة يعني لغاية الساعة 11 وخمسة واربعين دقيقة ظهرا من خمسة وعشرين ثلاثة لا ينتقل بعدها المريخ لبرج السرطان طبعا تأثيراته لما بيرجع للحركة الأمامية زي دخوله لبرج الجوزاء إنه هو بيعطي طاقة بيعطي جراءة بيعطي رغبة جنسية لما أوليد برج الجوزاء بيعطيهم طاقة كبيرة بيستفيد معهم أوليد الأبراج الهوائية الأخرى زي الميزان والدلو والأوراج النارية الحمل الأسد القوس وكذلك كل شخص تواجد لديه المريخ ساعة ولادته في برج الجوزاء طبعا اللي بنولد وبكون في الخارطة الفلكية عنده المريخ في برج الجوزاء هذولا أشخاص بيتمتعوا بدماغ قوي قادر على التحديات ودراسة وإدراك مواضيع صعبة طيب عشان نرجع بشكل سريع إيش التأثيرات اللي رح يأثر المريخ أثناء وجوده في الجوزاء بحركة أمامية على جميع الأبراج برج الحمل طبعا هنا بركز هو على النشاط والحركة والسفريات والاتصالات والتنقلات والنقاشات ولكن بكون عندهم حدية بدهم يحذروا أثناء تنقلاتهم من التهور أو المغامرة أو المجازة في أثناء قيادة السيارات وبدهم يتجنبوا المواجهات الحادة أو العصبية أثناء التعامل مع الإخوة والجيران برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيستفيدوا ماليا بشكل كبير وبصير فيه فرص لمكاسب مالية ولكن هاي المكاسب إذا ما قدر يمسك حاله الواحد ولا بصير عنده نفقات كثيرة وبيصرف أكثر مما بيجي فعشان هيك بطير أي شيء فلوس بتيجي بطير بكل سهولة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا غير الطاقة والنشاط والحيوية والاندفاع لكنهم بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه في عندهم استعداد لتصرفات متسرعة أو عصبية أو حدية بالطباع في بعض الأوقات خصوصا إذا حد استفزهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعتبر بيت متاعبهم فعشان هيك ممكن شوي يكون لهم نوع من أنواع التعامل مع المؤسسات الكبيرة ولكن بدهم يحذروا من أشخاص بيت آمر عليهم من وراء الكواليس برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بينشطوا اجتماعيا ما بينهم وبين علاقاتهم بالأصدقاء بشكل كبير جدا ما بين مناسبات واتصالات ولقاءات عديدة بتكون لهم ولكن بدهم يمتنعوا عن مواجهة الأصدقاء أو فرض السيطرة على الأصدقاء برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هو بيت السمعة جيد على مستوى العمل ولكن بيخليهم شوي في عندهم اندفاع بالفترة هاي بيحبوا المغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين بدهم يحذروا منها وبدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين وخصوصا في مجال عملهم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا النشاط كامل بيكون على موضيع العلاقة بالأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الامتحانات الجامعية والدراسة لكنهم بدهم يحذروا في السفر البعيد يعني ما يروحوا أماكنهم بيجهلوها وفي نفس اللحظة يتأكدوا من أمتعتهم وموعد سفرهم عشان ما يتروح عليهم الطيارة مثلا وبدهم يتجنبوا القضايا القضائية لأنه بالفترة هاي مش لصالحهم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا برضو بتعطيهم فرص مالية الفرص هاي بتيجي من ميراث من ضريبة من تأمين أموال مشتركة أموال الزوج ولكن بصير عندهم حبل الإصراف أو البذخ أو عدم الحسب أنهم يعني بيهتموا بصرف المال فبصرفوا المال بدون حساب بدهم ينتبهوا من هاي النقاط وبدهم يحذروا من أي شراكة مالية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتفتح لهم مجالات إلها علاقة بالشراكة والمصالحة والزواج ولكن بالمقابل بتعمل خلافات وسوء تفاهم أو حدية بالطباع حتى تعامل مع الشركاء سواء شركاء العاطفة أي الأزواج وشركاء المال برج الجدي طبعا بالنسبة لموليد برج الجدي هدولا تركيز كله بكون على العمل وعلى الصحة ولكن العمل هنا بيحاولوا يفرضوا سلطتهم على زملائهم أو بصير خلاف أو جدال ما بينهم وبين الزملاء في مكان العمل أو حتى بعض الزبائن أو المراجعين لإلهم فبصير حدية في هذا الموضوع وأيضا ممكن أنهم ينجزوا بعض الأعمال ولكن بتسرع فعشان هيك بكون فيها كثير من الأخطاء بدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة عن الأرض لأنهم عرضة للإصابات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع أحباهم ما يحاولوا يفرضوا عصاء سيطرتهم أو أنهم يدخلوا بنقاشات حدي فهاي ممكن تعمل لهم مشاكل مع الأحبة أو مع أحد الأبناء ولكنها بتفتح لهم أبواب للمغامرات الحاطفية وجود المريخ والعلاقات والحب بشغل برج الحوت برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اللي صنعتهم إلها علاقة بالنيران بدهم ينتبهوا أثناء التعامل مع النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي الزاوية رح تكون ساعة 11 وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي خلو المسار رح يبدأ ساعة 11 وخمس دقائق من مساء اليوم الخميس ورح يستمر لغاية الساعة 2 و56 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها للميزان طبعا التوقيت بتوقيت جرينيتش هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم البنكرياس والأمعاء الدقيقة والأعور والقولون جهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والوذنين طبعا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد إلى خمسة عشر واحد بيبدأ خلو المسار الساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة اثناش وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره عشرين يوم في تمام الساعة سبعة واثنان وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في العذراء حتى يوم ثلاثة عشر واحد سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانتاش واحد سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد سعيد بنسبة 15% المريق في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة منتحس بنسبة 5% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا التركيز كله رح يكون على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بيتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوب في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة وممكن اليوم يعني تبدلوا جهد لتتوصلوا لاتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وشركائكم وحاذروا من التراجع الصحي برج الثور بالظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطكم الفلك بالحيوية والحماس لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا إذا استغليته بشكل جيد بتشعروا بالطمانينة والراحة يعني العواطف جياشة والتقارب من الأحباء موجود اليوم برج الجوزاء ابتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب وممكن تبحثوا عن ملاذ آمن الضغط على مستوى البيت والعائلة أهم إشي أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك تلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم بسجلك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة وممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الأيام المقبلة المهم الأجواء جيدة ودعمة لإلك وعندك قدرة على الإخناع عالية جدا ولكن زي ما حكينا بدون عصبية برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع الأجواء جيدة على المستوى الأمور المالي فممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو تناقشوا موضوع مالي أهم شنكما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذروا أموالكم وكونوا عقلين ومتيقذين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم برج العذراء ابتشعروا بثقة كبيرة في النفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكونوا مميزين بإداء بإداءكم الفترة هاي واعدة إما بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة بشيء في حياتكم الجيدة هاي الفترة لطرح الأفكار الجديدة وممكن تجتهدوا على إنجاح مشروع جديد فيه عندكم اليوم حماسة ووضوح في الأفكار برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ولأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فبسيطر التعب الشديد عليكم ممكن تفكروا في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء فحاولوا انك تحموا نفسكم من المحتالين وما تتخذوا قرارات حاسمة بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية تعتبر هاي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال حاول لنك تنجز أعمالك المهمة وبعدين اصبر لبكرة بعدين تتخذ قراراتك برج العقرب ابتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك ابتتمتع بحضور لافت وشعبية وواسعة الرؤية عندك واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات اليوم لأن الأجواء يعني لصالحك في كثير من الأمور برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجديد بتنشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن عندك اندفاع عندك حماس رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الممتازة بتطمئن خواطرك وبتختفيها وجسك تعتبر هاي فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص برج الدلو اليوم رح تتفحصوا حسابات مالية مشتركة يعني يا مال زوج يا بنك يا ضريبة يا تأمين يا فوتير يا مطالبة بحقوقكم خففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ده تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الراي والتسلط ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهمل لا ملف ولا قضية خلال هذا اليوم برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيحباكم طبعا شركاكم سواء شركاء عمل أو شركاء عاطف الأجواء جيدة إلى تقريب وجهات النظر فبتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم برضو ونسقوا بين مختلف الواجبات وحافظوا على هدوءكم الكامل في هذه الفترة لأنها ضغوط كبيرة القمر مقابلك يعني بعمل نوع من أنواع الاسترس والطاقة بتكون ضعيفة فعشان هيك أي مواجهات ممكن بتصير أصعب هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر